أولا وقبل كل شيء قبل ما مبدأ الفيديو كجميع المغاربة كانت منى الملكنا محمد السادس ملكنا العزيز المحبوب كانت منى له الشفاء العاجل الحمد لله هذا النوع دي الكورونا اللي يتقاس به فهو خفيف بدون تأثير فإن شاء الله بحول الله يسترجع صحيحة ديالو في القارب كيف يرجع النشاط ديالو اللي قاهر شي وحدين الجزائر كتبالي اليوم أمني كنقول الجزائر بطريعة الحال ما كان قصد الشعب الجزائري كان قصد النظام الجزائري لأن صراحة الشعب الجزائري مكاهمنيش لمن قارب ولا من بعيد لا الهموم ديالو ولا ذلك اللي كي يقول إذا كان تابعه نيضام ديالو كشجاع نيضام ديالو كي يقول بوليزاريو لا يهمنيش ما عنده تشي وزن ما عنده تشي تأثير تشي تأثير نيائيا كله يبقى يحضر التشبع ما يبدلتشي حاجة لا يستطيع الشيء يبدلوا الحالة ديالبلادهم على الحركة يحركوا ولي يؤثروا على بلدنا غير بالكلام الفارغ وبالنسبة للنظام فهو فشل فهو فشل فهو لا يستطيع الشيء ينتصر فأنا كيف يبدلون النظام كيف يبدلون بوكسر فهو يحبون من كمبا فالنظام فهو يحبون فالنظام 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 شراء ثلاثة وذلك يابقى القانون لانتصار حسابة لنظام يجب أن يكون هناك مقابلة ثلاثة كل شيء ينسى يجب أن يكون هناك مؤامرة أنت عربية غشاش رشاوك يجب أن تكون هناك مجرد يجب أن تكون هناك مؤامرة وستغادوا جديد حتى أعلانك الأجم Having been جميعاً جميعاً سعيداً جداً بخير والأخير و الصحيحة والعافية و بالمعنويات العالية فما أشهد الناس أن يحبسوا و ينضفه في المغرب و ينضفه في الصباح لا يفترون في المغرب و ينضف الصباح لا يفترون في المغرب و ينضفه في المغرب أظن أنه لا يزال متشاوية و ستكون مستمرين ودائما سيكون يخرجون علينا الأكاديب والباطل واليوم على حساب الأحداث هذه السامنة أخسرت الموضوع اليوم ودائما يقولون بأن المغرب لا يوجد سيادة لا يوجد دولة لا يوجد مؤسسات الدولة المخزن فقط بينما الجزائر لديها سيادة والعالم كله يركع قدامها والجزائر لديها مؤسسات وعندها الجيش أنا كنت أقول لديها غير جيش والدول كلها لديها جيش ولكن في الجزائر الجيش هو اللي عندها الدولة فإن شاء الله في هذا الفيديو ما غاديش نرجع التاريخ لعمر الدلائيل بأن الجزائر دولة وظيفية عشي كنا عرفوها ما نعرفش خلاقت فأنا غدا نركز فقط على الأحداث الأخيرة هذه السامنة هذه الأزمة لخلقات الجزائر مع إسبانيا والتي تحولت إلى أزمة مع أوروبا فأنا نبينه بأنه عوتاني عوتاني ودائما دائما بأن هذا الشرك يقول علينا ما كان طبقش نهائينا على المغرب المغرب دولة عندها مشغل سيادة عندها سيادة وعندها شخصية وعندها دور إقليمي ودور عالمي بينما الجزائر هي دولة ناشي دولة وهي ما عندهاش سيادة فبالنسبة للمغرب وعندما نضرع على محمد الخاميس وعندما نرفض يسلم يهور المغربة الفرنسيين بيتان وعندما نضرع على الحسن الثاني الذي كان ضد العالم كله كان ضده وعندما نضرع عليها السنة الأخيرة المغرب كانت عنده أزمة مع السعودية أزمات مع السعودية مع الإمارات أخيراً بعد أقبل مع أوباما أزمات مع أوباما ومؤخراً كل شيء يذكر هذه الأزمات التي كانت بين المغرب وألمانيا ثم المغرب وأسبانيا التي حاولت أن تدخل معها أوروبا ولكن المغرب لم يتلبوه وقفوا معها في البرنامج العربي والدول الإسلامية والأفريق المعارضات والأفريق لم يتجد مغرب بالمغرب لم يتحدث المغرب لم يتحدث فهو لم يتحدث فهو مجدد أملك بل دولة عندها شخصية دولة عندها دور عندها تاريخ ومبادئ في الدبلوماسية دولة تجاهد فقط من أجل السلام من أجل الحوار بين الثقافات والأديان إلى آخره فلا نزيد نطول المهم المغرب بطبيعة الحال عنده سيادة وغير مؤخراً نعطيه واحد بعد الامتلاق لال من ألمانيين عرضوا على المغرب في المقصر بيرلين ولماء المتحدة لم يتم بحق المغرب ولمحتاج في حجرة ولماء المتحدة قد أصبح عن الوصف المغرب بحق ومعما نحن من أجل المغرب ولم يتم بحق المغرب لكن المغرب كان لفرص ولم يتم بحق المغرب ومؤخراً بالحرب من الأوكرانيا المغرب لا يصوص لصالح أمريكا ولا يشارك نهائيا في الصوات فالمغرب بالطبيعة الحل دولة بالتاريخ ديالها بالثقافة العريقة بالمبادئ ديالها بالشخصية ديالها دولة عندها شخصية فطبع المغرب غير يلعب دور في المستقبل كبير دور في المنطقة ودور حتى على الصعيد العالمي فنزوز دولة الدولة اللي من هك وهذه الأحداث الأخيرة اللي وقعت هذه ديمة الأخيرة ديال هذه الإزمة مع إسبانيا فأولا منين هذه بعد الشهور إسبانيا اعترفت بمغربية الصحراء في ثلاثة موقف ديالها فالناس اللي من هك في طبيعة الحال ديال من يتصرفون بوحد طريقة عشوائية بينفعال وأول حاجة دارو صدعاء والسافير ديالهم بحالي كان هذا المغرب هذا المغرب أعطيت نتيجة بدأوا تضعوا بالغاز إسبانيا أعتبروا بصرامة ونظروا بأنهم لا يمكنهم إبواء إتجاهها بعد مؤخرا يتعلقوا المعاهدة لحوصل ويقوم بحل باردين شوية ولكن هذا ما اقترش عليهم بزاف لانه مفيش تأثير ولكن من خرج ذاك البيان اللي كي قطع العلاقات التجارية وتحولات المالية من الابناء كالآخراه هنا قصوا الاقتصاد الاسباني ولكن هنا غير ما بنقوصي لانه بعد غير نرجع لهذا القدية وش قصوا هو ما قصواه ولكن قصوا الشركة اسبانية لأن اسبانيا بتبيع الجزائر تقريباً جوض فاصلة سبعة مليار دولار دولار كل سنة وكانت مئات الشركات الاسبانية اللي يبيعون سلعة دولارها للجزائر هنا كان ملاحظة لشيء واحد دره شوية تنينة لديهم لكن هذا الفيديوات التي تفكيرها لأن الأغلبية الناس تركزون على الرجوع إلى الجزائريين من أوروبا تدخلت. ولكن الحاجة التي لم تتبعونها هي أن أجل إسبانيا جاءت إسبانيا على القطع العلاقات التجارية. قلت أن هذا قرار خطير. قلت أن أطلب الجزائر أن ترجع القرار. وقلت أن إسبانيا دائما مع الحوار ومن الممكن القول الحلول إذا كانت مشكلة بالحوار. ولكن إذا استمرت الجزائر فإسبانيا سيكون لديها تصرف صغار. ولكن هنا الجزائريين لم يقوموا بالحوار. فهذا دليل سكوت على مطور الريضاء. فهذا دليل بأن هذا القرار ركاين. فإنه يخرج وكل شيء. وكل شيء يرى ركاين. ولكن هناك شخص يقرب القرار. حتى إسبانيا قلت أن يقلوا لها. لقد قلت أن يقلوا لها. من هناك وزير الخارجي الإسباني مشال بروكسيل. وقلوا لها القرار الجزائريين. لذلك ساعات القوانين للاتحاد بدأت تفعل. ما يقول القانون؟ يقول أن العلاقة التجارية لجميع الدول الأوروبية حصرية للاتحاد. حصرية للاتحاد. هذا ما يعني؟ ما يعني بأن هذا التبادل لكين ما بين إسبانيا وما بين الجزائر. فهو تحت رعاية للاتحاد. فهنا يحبسي هذا القرار. فهنا تقيس المعهدات التي وقعتهم على الاتحاد. وتخرج على القانون. والاتحاد يمكن أن يأخذ ضدك عقوبات اقتصادية. وكما يأخذ من العقوبات التي تقومون بها. فهنا كنت تراجعوا. ولم يشاهدون أنهم كانوا يطرقوا للمكتاب. وانا متى يحلوا. ومن وتريد أن يحلوا هذا المالي. وانا مخيرا. أولا فهو البوكيميسا دحوه بشيكس الأوروبيين ولكن القرار أخداه العسكر طبيعة الحال احنا عارفين بأنه في الواقع القرار أخداه العسكر ولكن هنا نفترض بأن القرار أخداه وزير المالية ففي كل حالتين مصيبة إذا كان القرار أخداه وزير المالية أولا وزارة المعنية وزارة التجارة يمكن أن يأخذ قرار بحلاكة بلا ميس الساشر لمع الوزير الأول لمع الرئيس ولمع تشي واحد نحن عارفين بأن الناس لا يحكمون فهذه القرار أخداه مستحيلة ولكن الحقيقية لم يكن أخداه لم يكن أخداه لا تلك الأساس قالوا ما ندرناه حتى أوروبا الدخلات. أما من الدخلات إسبانيا، فهذا يدل بأنها كياندك شدارها. ويدل أكثر شيء يدل بأن هذه الدولة معدها شخصية معدها سيادة. هذه الدولة التي تأخذ قرار وترجع. لماذا سيادة هذه؟ لا ندره على الاتهامات أوروبا التي تقول بأن روسيا هي التي تدفع الجزائر. فهذا حتى هو دليل بأن هذه الدولة ما زالها دولة وظيفية. لا يوجد سيادة، لا يوجد شخصية، لا يوجد أساس الدولة. من غير هذا الشيء، باختصار، ماذا نرى؟ أولا يأخذ قرار. يقولون أنه لا يأخذناه. وفي الواقع، نرى أنه يأخذ الشركة الإسبانية التي تشكوها. فماذا سيستنتج العالم على هذا الشيء؟ أولا، هنا لم يكن هناك دولة، كان هناك عصبة حكمة في هذه الدولة، لم يكن هناك دولة، لم يكن هناك دولة، لا يستمر الاتفاقيات، تدخل أو جميع الحقوق للدول، بطبيعة الحال، كون ذاكرة من الوحيد، بأنها لم يكن هناك دولة، لم يكن هناك دولة، لم يكن هناك دولة، لا يوجد أفضل، تقدم هناك دولة، فالتقارير من الحلف الأطلسي أو الولايات المتحدة التي أكدو أن هذه الدولة تشكل خطر على الاستقرار في أوروبا. خلاصة جزائر تنعزل رأسها على عكس المغرب الذين لا يطلبون دعم لأنهم يطلبون الدعم للدول العربية لتعاونهم ضد مواجهة أوروبا وإسبانيا ونحن يطلبون دعم لأنهم لا يحتاج لدينا شيء واحد لأنهم لا يحتاج لدينا شيء واحد فاللغة الدبلوماسية لا يعرفونها لأنهم يطلبون الدولة في العالم وفي الأجل الأول من تكون المستعددة لأن دولة كلها تحتاج بواسطة لا كالسيا ولا اقتصاديا ولأن يحتاج لدينا شيء واحد يحتاج جميع دولة تتعيش حتى ضد الدول الأخرى أسنة والولايات المتحدة وكلهم تحتاجون دول الأخرى ويتم يدوانهم الإجابة يحتاج لدينا الحصول على الحدود ويجب أن تتعيش دولة في العالم سوف نعود إلى هذه القضية للعقوبات لأنهما بحال القضية الصحراء يقولون للشعب أن المغرب لا يطبق القانون والمغرب لا يريد الاستيساء العالم كله معنا الجزائيل والعالم كله يتسنغي فقاش هذا المغرب يهدي لله يهدي للإستيساء لأنهم يقولون للشعب يقولون للشعب يقولون للشعب يقولون أننا عقوبات الإسبانيا وواقفين في أوروبا ونحن هذا ونحن هذا ولكن في الواقع الخطاب الذي يعطيه على الأبراء بطابعة الحال مختلف فقبل أن نسألي هذا الفيديو سوف نعود إلى واحد للحدث آخر الذي نوقع هو هذا الزيارة لأنه يطبقوا على المعرض وطلبوا له الطيارات لكناديغ التي يتفاولون العافية فأولا بالنسبة للشعب الذين لم تروا الفيديو سوف نرى هذا المقطع ومن بعد ذلك سوف نقوم بإعادة وقتها أغرقنا إذا كان لنا أعرض للطائرات لإطباء الإيران ترجمة نانسي قنقر 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 أجل ملحب للقناة تعتقد بها لأنك أجل ملاحظة يجب أن يكون في الإجابة البجية يجب أن يضحوا قرار يجب أن يكون سعيدا هناك أبناء ملاحظة على الجوة يمكن أن يكون السعيدة الموضوع من الموضوع الشيء يمكن أن يكون سعيدا عندما يجب أن تشريه يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب يجب أن يكون هناك تحديد مستوى و يجب أن يتعلمون بأنه يكون هناك أشخاص يجب أن يكون هناك مستوى فهناك الحجة الأولى يشغل خارج على دوره و يتطيح بها كثيراً و يتطيح بها خارج للهدم هذا هو الأول ثانيا الدخول والخروج في الهضرة على نسبة لها الدخول والخروج في الهضرة ما يقول لهم طائرة التي تعودها على إدفاع العافية ما هي هذه الجملة؟ لا توجد أي شيء ليس طائرة التي تكون معاودة هذه طائرة تصنعات ليست في العافية ما يكون تعود؟ هو هو القائد وما لديه وما لديه هذا ما يريد أن تقلب عليه أما كانت طائرة جديدة حسن أنها كانت قديمة وما يقول لهم أنها تصنعات تصنعات الطائرة التي تكون ممكن أن تقوم بها وإذا كانت تصنعات الطائرة تصنعات الطائرة لا توجد أي شيء معنا هذه القادرة هذه هي الأول 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 لا توجد شيء غير إنها طائرة وتتصنعات الطائرة ولكن يزال تستطيع المياه من الكتاب لم يقرس المياه توجد المياه مع العبادة فلنها تصنعه من المياه البحرية ولم يقرس في المياه البحرية تجد أن تأمل المياه البحرية تكون مقبلة اذا تتوقف الأحيام سوف تؤدي يتوقفي الحرب أنت تلقي الطائرة تتوقفي الطائرة أحضر أحد من الممارسة يجب أن تكون ربما تكون طائرة التي ستكون أعرفه يصبح هذا الطائرة خطير وصعيب ويقعوا حوادث لأنه يأخذونه وينزلونه يجب أن تكون أحضر أحد من الممارسة ولكن أعطيهم طيارة جديدة لماذا أعطيهم طيارة قديمة أو ستكري طيارة أو لا فهذا الشيء ليس لديه ليس لديه وليس لديه ويكملها في البلد طيارة المالفة فإنك تريد طيارة تريد طيارة وفي الساعة تقلل على ممارسة فأنا بالنسبة لي من الممارسة قد أقول أن هذا الشيء ما يمكن أن أتكلم دائما لا أصدق أقول أنه ما هو وقعه أو ما هو أو لا يمكن أن أتكلم وعربية أفضل قناة الأمريكية تتكلم العربية أفضل كيف يقول أخيرا يتكلم الدارجة وفرنساوية ويقول أريد أن لا تتكلم في السويدة نحن نتكلم وما أنت في الجلطية وما أنت رئيس دولة ففي الخلاصة كل كالعادة كجميع الخلاصة انتكلم هذا الناس الاختصاص يتهم بالضفوية التي يتهم بها ما يتهم وما أنهم لا يتهم هذا هو الاختصاص بالضفوية فبالطبيعة الحال يمكنكم تقولون ما يريدون ولكن التاريخ سيبقى عاقل بأن المغرب عبر التاريخ دائما دولة عند السيادة واسقة دائما عند السيادة لا أمام الدول العربية عندها شخصية عندها عندها قيمة لا على الصعيد الإقليمي الإفريقي لا على الصعيد العالمي الحمد لله هذه محترمة عندها مصداقية وكذلك أكثر أكثر عندها دور الولايات المتحدة والأوروبا والإسبانيا والإسبانيا في هذا الفيديو سوف نعود إلى العقوبات التي قالت كانوا أريد أن المعاملة التجارية مع إسبانيا ضعيفة جدا وكذلك لا يمكن أن يحبس ها وغير الغاز أكثر إسبانيا قيمة 7.7 مليار فإن المغرب كانت 9.7 مليار ولكن بالنسبة الاقتصاد كامل فهذه 1 مليار شكرا 1.8 مليار وخصوص 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 نهائيا فهذا ليس ضغط هذا يؤثر على اقتصاد الجزائري فقط لا يؤثر على اقتصاد إسبانيا لا يمكن دولة نتيجة داخل مليار 600 مليون مليار مليار دولار أكثر من 10 نوبات أضعف في الخلاصات الخلاصة الجزائري ليس دولة والحمد الله المتمنية المغفور الحسن الثاني الذي قال بأن لا يريد العلم يعترف لنا في الصحراء مغربية لا يمكن حيثنا نحن نريد العلم يعرف ما منحصر أمان الله كجمور اليوم نهار على نهار تصرف البلد لا ديبلوماسية لا إنسانية لا خلق لا استراتيجية لا انفعال العسكر الذين الذين نحن 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 اليوم نهار على نهار يرى أن هذا لا يرى أن هذا نحن نحن طرف الوحيد الوحيد الذي يبقى مازال قبضة القديدة الصحراء العالم كله بغيته الصفحة الأمم المتحدة حتى القوى العظمى اللي كان عجبوا من حاله وكانوا يجروا اليوم فهموا بأن من حيث البوليزاريو ومن حيث الدهيش ومن حيث عدم الاستقرار في الساحل فخصهم تغيير 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 ومن حيث أن نحن بحرات المشكلة الحقيقة التي يُأتي هو إرهاب الجامعة المستطرفة والبوليزاريو والبوليزاريو فاغنير وإيران تخاف منهم رأيها جميع المشاكل يجرى إيران وروسيا المهم اليوم العالم كله الحمد لله معاقدة ما يقول لكم الماتش السالع يتحقون بها ولكن لا يفهمون ماذا يفهمون بأن يكونوا مجددا يتسناه بايدن يسحب الاتراف الأمريكي ويتسناه الحكومة الإسبانية تبدل بشيء يتبا لكم من دبا وخا يتطلعوا هاتوا أكثر كراهية المغرب يدافعوا على البوليس ويتطلعوا يجب أن يقومون بحل يقومون بايدن لأن بايدن لم يكن تحمسه ولكن عندما نظر الرئيس يجب أن نرى هذه الدولة العامقة يجب أن نرى كل شيء يدخل فيها اللوبيات كلهم العسكر اللوبيات الاقتصادية اللوبيات المالية كثير من اللوبيات وهذا قرار الدولة العامقة هم لا يفهمون نية الدولة العامقة لا يفهمون نية الدولة العامقة لا أصطحية لا يفهمون نية الدولة العامقة لديهم أربعة شلابية أربعة دي اللهسكر اللي عندهم لا تقافة لا تربية لا إنسانية أربعة دي القتالة اللي قتلوا شعبهم الناس اللي فقروا بلاد غنية الناس اللي من ماش البلاد ديرهم في الوقتها فاشدوا الأفاري قد تنمى وكتقدم وكتحسل اسميسو كل شيء تتحسن على جميع المستويات فهو موقفين لا يفهمون نية الدولة لا يفهمون نية الدولة نحن نضعنا على السنة للإقلاع الاقتصادي اللي يضر لنا على تبون في آخرات الشرق يكون هذا نص سنة ونضعوا واحد من نوع خلاصة لنضعوا في هذا نص سنة هذا الإقلاع أو الإقلاع لا يفهمون نية الدولة لا يفهمون نية الدولة لا يفهمون نية الدولة نهاية الدولة